شرّت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلي وسلم على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا أَعْتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا إحدى المقامات العظيمة التي ينبغي علينا جميعاً أن نحاول أن نبلغها مقام العبودية لله تعالى يكفي في عظمة هذا المقام أن نعرف أن القرآن الكريم عندما أراد أن يتحدث عن معراج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذلك العروج العظيم الذي رأى فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من آيات ربه الكبرى رأى الآيات الكبيرة الله تعالى في الحديث عن هذه القضية يعبر عن النبي الأعظم بعبده لعل في هذا إشارة أن هذه العبودية كانت مقدمة لهذا العروج العظيم ويكفينا في عظمة هذا المقام ويكفينا في عظمة هذا المقام مقام العبودية أن نعرف أن الملايين في كل يوم في تشهدهم يقدمون يقدمون في سلامهم على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقدمون كلمة عبده على كلمة رسوله لعل هذا يشير إلى أن هذا المقام كان مقدمة لذلك المقام المقام ولعله يشير إلى أن هذا المقام مقام العبودية أهم من ذلك المقام مع كل معمال ذلك المقام من العظمة والجلالة والقرب إلى الله تعالى فهذا التقديم إما يشير إلى قضية الأولية وإما يشير إلى قضية الأولوية إذا أراد المؤمن أن يكون عبداً لله وينال بركات العبودية العبودية فيها بركات في هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا العبودية مفتاح لكثير من البركات إذا أراد المؤمن أن يكون عبداً لله فكيف يكون عبداً لله؟ العبودية تتقوم بثلاثة مقومات تتقوم بشعورٍ وبمعرفةٍ وبسلوكٍ ثلاثة مقومات المقوم الأول الشعور أحياناً المؤمن ما عند هذا الشعور أنه عبد مملوك لله تعالى العبد هو وَمَا يَمْلِكْ لِمَوْلَاحِ إذا عدكم عبد الآن إحنا عبيد ما عندنا إحنا عندنا خدم في البيوت مفهوم العبد يختلف عن مفهوم الخادم العبد الرق هذا هو وَمَا يَمْلِكْ لِمَوْلَاحِ الشعور أن هذا المال مو مالي إحنا عندما عندنا مال نشعر أننا مالكون لهذا المال ملكية حقيقية هذه الملكية ملكية اعتبارية مجرد اعتبار الاعتبار الاعتبار القضايا الاعتبارية تأتي بالاعتبار وتذهب بالاعتبار انتوا عندكم مال في البنك المال هو المملوك وأنت المالك وهناك علق بينك وبين ذلك المال ما هو معنى هذه العلق؟ اعتبار اعتبار يعني فرض اعتبار يعني وهم لكنه اعتبار أقره الشارع بعد يومياً واحد يموت وتنتهي هذه القضية الاعتبارية أكو هناك ملكية اعتبارية ولكن ان يشعر المؤمن ان المالك الحقيقي هو الله تعالى وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ تخويل مثل انتوا وعدكم موظف تعطوا له مال المال مو مالة مو ملكة حقيقة بعد يومياً تأخذون مننا هذا المال وتنتهي القضية القوى الباطنية التي نملكها الجوارح الباطنية والجوارح الظاهرية التي نملكها ملكنا حقيقة هذه اليد التي نبطش بها هذه العين التي ننظر بها القوى الباطنة القوى الظاهرة هذه كلها ملك لله تعالى إذا واحد شعر بهذا الشعور حقيقة هل يخون بهذه العين الآن قضية النظر تحولت إلى إحدى القضايا المعقدة الحرام تحول إلى محرمات متشابكة مع الحياة واحد يريد يروح إلى الحرام أو إلى مكان في طريق كل حرام أكو هل يتمكن ألا يخون بهذه العين عدكم موظف اعطيتول مال ظن أن هذه الأموال أمواله وأخذ يتعامل معها كما يحب هذا عبد تقبلون هذا العبد تقبلون هذا الموظف أو تطردونه أو يجب أن يتعامل مع هذا المال كما أمرتم وكما حددتم إذا أعدكم خادم في البيت خادم يعني يجب أن يعمل ضمن الإطار الذي حددتموه له هذه العين الله تعالى أعطانا إياها أمانة إن نظر إلى مرأة أجنبية أو رجل أجنبي من قبل المرأة هذه خيانة في هذه الأمانة الشعور أن كل ما نملك فهو في الواقع ملك الله تعالى ولذلك هذه الكلمة التي نرددها إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الكلمة الأولى إقرار بالملك أنك مملوك بكاملك إنّا إنت بكاملك هذا ملك لله تعالى إقرار بالملك إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ إِقْرَارٌ بِالْهُلْكِ الْهَلَاكِ في يوم من الأيام ينتهي كل شيء وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعًا وَدَائِعًا وَلَابُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ كلها وَدَائِعُ الشعور أولا المعرفة ثانيا أنا عبد والله تعالى هو المولى ماذا أراد هذا المولى مني؟ هذا المقوم الثاني المقوم الثالث العمل أن تتعامل مع هذه القدرات والأموال والطاقات والقوى الظاهرة والقوى الباطنة معاملة العبد مع مولاه أنقل لكم في هذا المجال قضيتين القضية الأولى نقلها العم حفظه الله قال كان هناك أحد العلماء في النجف نقل للعم حفظه الله هذه القضية يقول أنا كنت أجي من النجف إلى كربلاء وقبل أن أذهب إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه كنت أتوقف عند قابر أحد العلماء يقال له ابن فاهد الحلي معروف الآن إلى قابر هناك ومرقد وهذا العالم عالم عجيب وتنقل عنه كرامات كنت أتوقف كان عندي علاقة القضايا اللي قرأتها عنه أوجدت بيني وبينه علاقة من الأشياء المهمة أن نطالع أحوال العلماء الربانيين هذه قضية مهمة جدا كنت أتوقف عند قبر وأقرأ له الفاتحة ثم أذهب إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه يقول مضت أعوام على هذه القضية في ليلة من الليالي رأيت في عالم الرؤية أني في جنة كبيرة من جنان الله وهذا وهذه الجنة تحتوي على العلماء من المتقدمين والمتأخرين نظرت في هؤلاء العلماء حتى أرى حتى أرى بينهم ابن فاهد الحلي هذا العالم اللي عندي علاقة كبيرة ويا وأقرأ له الفاتحة دائما ما وجدته قلت لواحد من العلماء أين ابن فاهد الحلي لا أراه في هذه الجنة قال إنه في جنة أخرى مع الأنبياء عندنا جنة العلماء وعندنا جنة الأنبياء يقول خرجت من هذه الجنة ذهبت إلى الجنة الثانية جنة الأنبياء فوجدت فيها الأنبياء جميعا أبونا آدم نوح شيخ الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن خاتم الأنبياء محمد جنة الأنبياء جنة الأنبياء بحثت وجدت ابن فاهد الحلي فجئت إليه وقلت له أنا كل ما آتي إلى كربلا آتي إلى قبرك وأقرأ لك الفاتحة هل تبلغك فاتحتي؟ قال نعم كل ما عملته يبلغني قلت إش عجب أنت هنا مع الأنبياء قال في الواقع أنا مقتضى طبيعة عملي أن أكون مع العلماء لا مع الأنبياء ولكن كان في حياتي شيء واحد بهذا الشيء الواحد قيل لي أنت مع الأنبياء قلت وما هو ذلك الشيء؟ قال أنا في كل عمل من أعمالي قبل كل عمل كنت أفكر كيف أعمل هذا العمل حتى يكون عملي كعمل العبد مع مولاه مع كل عمل مع كل عمل كان يأتيني هذا الخاطر ولذلك كل عمل كنت أعمله كنت أعمله من هذا المنطلق بهذا العمل أن الله تعالى جعلني مع الأنبياء أنقل لكم قضية ثانية وهي قضية عجيبة يعني لم أقرأ مثلها أحد المؤمنين نقل لهذه القضية عن أحد علماء مشهد هنا وحب ذا لو نوفق كل واحد مننا أن يعمل هذا العمل قال هذا كل يوم قبل ما يطلع من بيته كان يأخذ كتاب من كتب الأحاديث مثلا كتاب الكافي كتاب البحار ويطالع مقدار ثم يخرج هذا كان برنامجه في كل يوم نحن كما أننا عبيد لله تعالى نحن أيضا عبيد لأهل البيت صلوات الله عليهم طبعا عبوديتنا في طول عبوديتنا لله لأن الله تعالى جعلهم موالينا نقرأ عبدك وابن عبدك ما نقرأ؟ عبدك وابن عبدك طبعا هذه العبودية طولية وهي بتخويل الله بإعطاء الله هذا العالم كان يقول أهل البيت موالينا ونحن عبيدهم العبد كل يوم يجي يام مولى أول الوقت يقول له أيها المولى ماذا تريد مني اليوم؟ مو هالشكل؟ أنا أيضا أول الوقت أذهب إلى أهل البيت أقول ماذا تريدون مني؟ أقرأ الأحاديث أشو شوني يردون مني؟ حتى أطبقها في حياتي شعور ومعرفة أنه ماذا أراد الله مننا؟ الله ماذا يريد أن نكون في حياتنا الشخصية؟ في حياتنا العائلية؟ الله كيف يريد أن نتعامل نحن مع زوجاتنا؟ الله تعالى كيف يريد أن تتعامل المرأة مع زوجها؟ أن نقرأ روايات أهل البيت شعور ومعرفة وسلوك إذا هذه الحالة أوجدناها في ذواتنا بعد واحد لا يمنع لأن هذا المال ليس مال بعد واحد لا يجزع عند المشاكل والأزمات قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله بعد واحد لا يخون بقواه الظاهرة والباطنة هذه الأشهر اللي إحنا الآن على أعتابها شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان شهر الأشهر العبودية لله إحنا دائما يجب أن نكون عبيدا لله تعالى في حالة العبادة في خط العبادة ولكن هذه الأشهر بالذات يجب أن يتوجه العبد أكثر إلى مولاه كان عندنا واحد من المؤمنين تاجر كان أو شبه تاجر هذا كان يتجر طيلة العام ثلاثة شهر كان يعطي العمل كان في العراق كان يقول العام كله للدنيا وثلاثة أشهر لله تعالى ولعبادة الله هو كان في كربلا كان يروح إلى النجف إلى الكاظمية إلى سامراء وكان يتعبد الله تعالى هذه الأشهر ينبغي أن نجعلها أشهر عبادة بمختلف الأنواع ننتقل إلى نقطة أخرى ونختم الموضوع كما يجب أن نمشي في خط العبودية يجب علينا أن نجعل أولادنا بنيا بنيا بنات عوائلنا أيضا في خط العبودية أكو بعض الأفراد مؤمنين متعبدين متهجدين ولكن عندما تنظر إلى أولاده إلى بناته في خط آخر بعيدين كما تنظر كان عندنا رجل مؤمن متدين متعبد هذه القضية مطولة أجملها إجمال نافلة الليل ما كان يتركها في كل الظروف الجماعة ما كان يتركها جداً كان رجل مؤمن متدين مؤمنين ولكن كان عند أولاد بنات لم يعرف عن أي واحد منهم الإيمان بعيدين ولا رأينا واحد منهم هذا الرجل توفي ونقل من منطقته إلى العراق حتى يتثن في العتبات المشرفات قبل ما يدفن كان في الطريق أحد العلماء الكبار رأاه في المنام قال كيف حالك قال الحمد لله كل ما عملته من خير أعطي لي مرة واحدة مو بالتقسيط مرة واحدة ولكن قالوا لي إنك لم تكن تفهم الدين هل من الدين واحد يروح إلى الجنة وكل أولاده يروحون إلى النار هذا من الدين هذا فهم الدين طبعا بعبارة أحد من هذه العبارة قالوا إنك لم تكن تفهم الدين عندما ترحون إلى الحرم طفلكم أخذوا إياكم ولو بالإغراء يعني أغروح شوقوه هذا يجي يشوف تلك الأجواء الروحانية ينمو في هذه الأجواء أكو قضية معروفة عن الجد رحمه الله لا أريد أن أكررها ولكن والدته كانت تقوم لنافلة الليل وكانت توقظه وهو طفل صغير وتعطيه أشياء يأكلها أشياء لذيذة حتى لينا وتقول له انظر إلي هذا الطفل اللي من أيام طفولته يشوف والدته تنهض لنافلة الليل وتقنوت وتبكي في قنوتها وتقول العافو هذا أي أثر يوجد في روحية هذا الطفل ولذلك الجد رحمه الله كما ينقل عنه إلى أخريات أيام حياته حتى إذا كان نايم فترة جدا قليلة في ذلك الوقت قبل أذان الفجر كان يستيقظ بكامل نشاطه وكأنه نام نوم طويلة وقاعدتان في قنوت نافلة الليل كان يدعو لأمه اللي ماتت قبل أربعين عام رحمة الله عليهم جميعا فهكذا كانوا يربون أولادهم قرأت قبل فترة طويلة في سفينة البحار أن نبي الله داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أو سليمان أحدهما بيته ما كان يخلو من العبادة تنظيم كان عنده في بيته أنه من العاشرة مثلا إلى الثانية عشرة فلان يعبد الله من الثانية عشرة مثلا إلى الثانية فلان يعبد الله فطوال اليوم والليلة العبادة من بيت هذا النبي كانت تصعد إلى السماء واحد كما يكون هو في خط العبادة وخط الذكر وخط التوجه يحاول أن يربي أولاده وعائلته على ذلك طبعا لا بالعنف والإكراح وإنما بالتشويق والترغيب والإقناع بعد أربعين عام بعد ثمانين عام هذا الطفل يذكركم يقول هذا تربية والدي هذه آثار الوالد أو تلك الوالدة لَا عَذَّبَ اللَّهُ أُمِّي إِنَّهَا شَرِبَتْ حُبَّ الْوَصِيِّ وَغَذَّتْنِيهِ بِالْلَّبَنِ وَكَانَ لِي وَالِدٌ يَهْوَى أَبَا حَسَنٍ فَصِرْتُ مِنْ ذِي وَذَى أَهْوَى أَبَا حَسَنِيهِ اللهم صلى على الله وَسَلِّمْ، أَلَى مُحْمَدْ وَحَالِ مُحْمَدْ هذا الإيمان، هذا الولاء، هذا الحوب، هذا التوجه، هذه العبادة يجب أن نحاول أن ننقلها إلى أولادنا وإلى أجيالنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المنتجبين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأنارتي الأفهم بالآياتي أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جهاز شكرا